حادثة جديدة تثبت الزيفة والدعاء الإسرائيلي إذ كشفت تداعيات حادثة مباراة أمستردام عن الإصرار الإسرائيلي في تزييف الرواية التي ينقلها للعالم وبالرغم من أن مقاطع الفيديو التي تم تدولها تثبت أن الإسرائيليين هم من بدأوا بإثارة الشغب ونشر عبارات معادية للعرب ومعادية لفلسطين في هولندا إلا أن المشجعين الإسرائيليين زعموا العكس وأنهم هم من تعرضوا للإهانة ولمعادة الثامية رواية كثرة ترديدها من الإسرائيليين رغم تراجع رصيدها عقب ثبت كذبها هذه الحجة التي يتشدقون بها كلما تعرضوا لرفض من الرأي العام المناهض لعنصريتهم والرافض لعنفهم وغدرستهم حتى أنهم زعموا نشرة القرير تحذر من مقواي حوادث خلال المباراة إلا أن ما تم نشره من مقاطع يوثقوا أن مشجع النادي الإسرائيلي تعمدوا بدء الاشتباكات وهم من تطاولوا في البداية بتمزيقهم للعالم الفلسطيني المتدلة من شرفة أحد الشباب العرب المقيم في أمستردام وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تدخل شرطة مكافحة الشغب في الاشتباكات حيث كان بعض المهاجمين يطلقون هتفات ضد إسرائيل في حين أظهرت مقاطع أخرى مؤيدين لإسرائيل وهم يرددون هتفات معادية للعرب قبل مباراة مساء الخميسة وتوالت ردود الفعل على الحادث الذي بدأ عقب مباراة بين فريق آيكس أمستردام الهولندي ومكابتا لأبيب الإسرائيلية واندلعت في أعقاب المباراة أعمال شغب بسبب تجمع مشجعين إسرائيليين وقاموا بإطلاق هتفات معادية لفلسطين وللعرب كما قاموا بتوجيه العنف لبعض الشباب العرب على الفور أعلنت الحكومة الإسرائيلية إلغاء إرسال بعث عسكرية إلى هولندا وأرسلت طائرة لاستعادة المشجعين من جانبها اتهم رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا جهاز المخابرات الإسرائيلي بالتقطيط لأحداث أمستردام وأوضح رئيس الجالية أن إسرائيل تحاول استغلال أحداث الشغب لإعادة تدوير ما يسمى بمعادة سامية بعد ارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة في حين قال وزير الخارجي الإسرائيلي جدعون ساعر إنه عرض لوزير الأمن الهولندي قيام الشرطة الإسرائيلية بمساعدة نظيرتها الهولندية في عمال التحقيق وتسجيل شهادات الإسرائيليين الذين تعرضوا لما قيل إنها اعتداءات في أمستردام وأشر ساعر إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتوقع أن تتخذ السلطات الهولندية إجراءات بحق منفذ الهجوم